بعد وفاة أب الأنبياء آدم عليه السلام استمر الناس على عبادة الله وحده ومرت السنون السنة التل والأخرى وهكذا ظل الناس قرونا بعيدة يوحدون الله الواحد الأحد ولا يشركون به شيئا إلى أن تدخل الشيطان كعادته ليفرق الناس بالشرك بعد أن كانوا أمة واحدة وكان هناك خمسة رجال صالحين يدعون الناس لعبادة الله وكان الناس يحبونهم ويستمعون إليهم وعند وفاتهم افتقدهم الناس وكان هذا أول مداخل الشيطان بينهم لماذا لا ترسمون لهم صورا أو تقيمون لهم تماثيل تذكركم بهؤلاء الرجال الصالحين آه نصورهم نعم أليسوا شيوخكم نعم هم أولياء الله الصالحين قوموا قوموا فاعملوا لهم التماثيل وخلدوا ذكرهم وهكذا نجح الشيطان في إدخال الشرك إلى الأرض وظل الناس يصورونهم ويقيمون لهم التماثيل حتى مر عليهم الزمان فأصبحوا هكذا يعبدونهم من دون الله وقالوا لا تذرن آليتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا سأذبح لك الذباح وأهب لك العطاء ولكن اشف لي ولدي ياود أتوسل إليك ياود اشف لي ولدي ياود أنت أول معبود في الأرض اشف لي ولدي ياود وهكذا كانت الأرض في انتظار أول رسول يخلصهم من الشرك والكفر وعبادة الأوثان سيدنا نوح عليه السلام فهو أول الرسل وهو من أولي العزم من الرسل وقف نبي الله نوح يدعو قومه للتوحيد ولعبادة الله الواحد الأحد وإفراده بالعبادة ولكنهم أعطوه ظهورهم ووضعوا أصابعهم في آذانهم وغطوا وجوههم بثيابهم قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ماذا تريد منا يا نوح؟ نحن لا نريد أن نعبد إله كهذا لا حاجة لنا به لن نعبد إلا آلياتنا هيا ذهب من هنا أنت يا نوح مجنون المعركة بين الحق والباطل مستمرة طوال الوقت لكن نوح يدعو قومه ليلا ونهارا لا يكل ولا يمل أبدا من دعوته قاصدا بذلك وجه الله الواحد الأحد لا أدري لماذا يرفضون دعوة أبي لتوحيد الله يا سام هؤلاء قوما ضلوا عن طريق الهداية فلا تحزن يا أخي فقد باءوا بأوزارهم حتى أمنا تقول عن أبينا إنه مجنون هذا هو الأمر المؤلم يا سام عاش نوح في معاناة حقيقية مع قومه ولكنه لم يمل أبدا من الدعوة إلى التوحيد وترك عبادة الأصنام ورغم كل ما تعرض له نبي الله من الإيذاء والإهانة والتكذيب من قومه ما زال نوح يدعو إلى توحيد الله والبعد عن عبادة الأصنام هيا اذهب من هنا أنت يا نوح المجنون هكذا قالت زوجتك والها ونوح على صبره وإيمانه يدعو لهم بالمغفرة اللهم مغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ابتعد عنا يا مجنون كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر ولكن نوح لم يكن أبدا ضاجرا مما يفعلون وما زال يدعو لهم ولا يدعو عليهم يا إلهنا نسر أدعوك أن تزوجني فأنت إلى هنا والقلوب بيدك وأنا سأعطيك حتى ترضى يا نسر لماذا أنت لا تنطق وقد اشتد إعراض قوم سيدنا نوح له وازداد إذاؤهم له ولمن اتبعه فجاء أمر من الله لنبيه لبناء السفينة وأمره بأن يغرس شجرا وأن ينتظره فقام نوح بغرس الأشجار وانتظر مئة عام ثم قطعه وبنى السفينة في أربعين عاما وقيل في مئة عام وكان خشب السفينة من خشب الساج وقيل من الصنوبر كان نوح النجارة صناعته أن يصنع من الأخشاب ما يشاء وهو الآن يصنع سفينته تصنع سفينة في الصحراء يا نوح يواقل هذا حتى لما شرع في بناء الفلك كان هذا مصدر استهزاء وسخرية من قومه هاي اذهب من هنا أنت يا نوح مجنون فاصبر يا نوح إن نصر الله قريب ظل نوح يصنع السفينة ولا يلتفت لما يقوله هؤلاء الناس فقد أعرض عن الجاهلين ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم افتعد عنا أيها المجنون وذهب لبناء السفينة في الصحراء أنت من جعلت من صديقة والها امرأة تعيسة بأفكارك هذه فانصرف عنا انصرف هيا واستمر هذا الأذى لنوح عليه السلام طوال فترة دعوته بالرجوع عن عبادة الأصنام والدعوة إلى الدخول في دين الحق هيا بنا ليذهب إلى هذه السفينة ونسخر من نوح تصنع سفينة في الصحراء يا نوح أي عقل هذا؟ من الذي دعاك لهذه الخرافة؟ سنجمع أبناءنا ليلعب فوق هذه السفينة مجنون إنك رجل مجنون ظل نوح يصنع السفينة ولا يلتفت لما يقوله هؤلاء الناس فقد أعرض عن الجاهلين اذهب عنا أيها الرجل المجنون أنت رجل سفيه أي إله هذا الذي تريد منا أن نعبده؟ يا له من يقين كبير لدى أبينا يا حام إن أبانا يا يافث هو أول الرسل يجب أن نعمل مع أبينا بكل جد وأتمنى أن يأتي اليوم الذي يصدقه الناس ويؤمنوا بدعوته وهكذا ساعد أبناء نوح أباهم في بناء السفينة حام وسام ويافث فهم مؤمنون برسالة أبيهم عليه السلام واستمر هذا العذاب طويلا سنوات تل وسنوات ونوح في دعوته لم ييأس ولم يتراجع أبدا رغم مرور مئات الأعوام على ذلك واجتمع كبار القوم وأذرياؤهم يتشاورون كيف يمكنهم رد نوح عليه السلام عن دعوته وإغرائه بالمال والسلطة غدا سنعرض الأموال على نوح وأنا لا أعتقد أنه سيرفضها لا يمكن أن يرفض عرضا مثل هذا فما جمعناه له من أموال يفق أموالنا جميعا ولكنه رجل عنيد عنيد قبل أن يرى الأموال فالمال أقوى مما تتخيل في تغيير نفوس البشر أجل غدا سيغير نوح عقيدته ويعبد آلهتنا وبعد أن جاءوا لنبي الله نوح ورفض جميع عروضهم من متاع الدنيا عجب القوم منه وبدأوا الحديث عنه كيف يرفض نوح كل هذا المال يا والها نوح بالتأكيد سيرفض كل هذه العروض وما هو السبب وراء كل هذا التعند من نوح لأنه مجنون مجنون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ماذا تقول يا أبا مهدي كيف هذا نوح على الحق يا أم مهدي نوح بالتأكيد على الحق على الحق نعم كيف لرجل لا يملك شيئا من متاع الدنيا أن يرفض كل هذه الأموال إلا إذا كان على الحق تقصد أن هناك ما هو أفضل من كل متاع الدنيا وأموالها عند نوح نعم يا زوجتي نعم وما هو الله الله نعم يا قويسة الله الواحد الأحد إذا أنت تدعوني لترك عبادة ود وسواع يا زوجي نعم أدعوك إلى هذا يا قويسة ولكني من المستحيل من المستحيل أن أترك آلهتي التي نشأت على عبادتها مستحيل إنها أصنام أصنام لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا يا قويسة مستحيل 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 أن أترك آلهتي لا لا وهنا نجد أن نوح عليه السلام رغم أنه ضعيف وفقير إلا أن قومه يخافون من انتشار دعوته ولهذا فهم يعرضون عليه المال والجاه ورغم كل ما تعرض له نبي الله من الإيذاء والإهانة ما زال نوح يتعبد ربه ويدعو الله أن يهدي قومه لدين الحق والابتعاد عن الضلال والشرك وعبادة الأصنام ورغم كل شيء استمر نوح في بناء السفينة غير ملتفت لما يفعله قومه من مؤامرات له ولأهله ولأسرته استمر نوح في يقينه بالله الواحد الأحد يدعو الناس إلى عبادته وتوحيده دون ملل أو يأس أو كسل أو تراجع تحمل كل هذا الأذى من أجل إتمام رسالته عليه السلام تصنع سفينة في الصحراء يا مجنون هل تتخيل حقا أنها سوف تسير في الصحراء؟ يا رجل عد إلى صوابك فقد أصبحت أضحوكة يسخر منها الكبير والصغير مجنون أنت يا نوح مجنون حقا لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين ولكن نوحا لم يلتفت لهذا بل استمر في بناء سفينته فوق الرمال ليقضي الله أمرا كان مفعولا وليجزي الله الصابرين أجرهم بغير حساب هذه هي السفينة التي يصنعها نوح يا مهدي ولماذا يصنعها يا أبي؟ هذا أمر يحيرني يا ولدي لذلك سبب بالتأكيد ولكن الناس لا يعرفون ولكني على يقين أنه يفعل ذلك بوحي من الله كيف ذلك يا أبي؟ حدثني أكثر إن نوحا يدعونا جميعا إلى عبادة إله واحد لا شريك له ثم ماذا يا أبي؟ وأن نترك عبادة الأصنام التي لا تضر ولا تنفع ويساوي بين الأمير والفقير نعم يا ولدي ولماذا لا نتبع هذا الدين الحق يا أبي؟ أنا بكل جوارحي أميل إلى اتباع هذا الدين مع نوح النبي دعا نوح قومه سرا كما دعاهم علىنا وأمرهم باستغفار الله تعالى وذكرهم بعاقبة التائبين المستغفرين ووعدهم بالرزق الوفير وبالأموال والبنين إنهم اتبعوا دعوته فما زادهم كلامه إلا استخفافا واستكبارا كان نوح على يقين أن ربه سوف ينصره على هؤلاء مهما طال الزمن ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ظل نوح وأبناؤه الصالحون يبنون السفينة منتظرين الوعد الرباني العظيم واستمر قومه في استهزائه حتى بدأ في الدعاء عليهم لقد أشرفت السفينة على الاكتمال بفضل الله أيام وننتهي من المهمة ترى ماذا سيحدث بعد أن يتم نوح بناء السفينة هذا أمر لا يعلمه إلا الله ونحن نمتثل لأمر الله نوح عليه السلام ذاق العذاب مع هؤلاء العصى لمئات السنين نعم وصبر على هذا البلاء واحتسب حان وقت الوعد الحق وانتهى بناء السفينة وجاء أمر الله لسيدنا نوح بالاستعداد للخروج من القرية الظالم أهلها أمر الله نوحا أن يأخذ من كل زوجين اثنين فإن الحياة سوف تبدأ صفحة جديدة مع المؤمنين الصالحين إذا جاء أمرنا وفاردت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريا ومرسا إن ربي لغفور رحيم فبدأ سيدنا نوح بالصعود مع من آمن معه من قومه وأهله إلى السفينة فقد جاء العذاب الذي أنذر به قومه وظهرت الآية التي تدل على العذاب المنتظر وبدأ المطر ينزل بغزارة من السماء وانفجرت الأرض بالماء وغرق القوم كلهم ولما بحث سيدنا نوح عن ابنه وجده يصعد جبلا هربا من الغرق قال نوح لولده يا بني اركب معنا لكنه رفض لن اركب معكم ساوي إلى جبل يعصمني من الماء فقال له نوح لا عاصم اليوم من أمر الله ولكن ولده أبا وعصى لن اركب معكم سأصعد إلى جبل عظيم يعصمني من الماء وحال بينهم الموج فكان من المغرقين وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال ساوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين وبعد انتهاء عذاب الظالمين جاء أمر الله للسماء أن تتوقف عن إنزال المطر وللأرض أن تعيد الماء فيها وذهب الماء وكأنه لم يكن وتوقفت سفينة سيدنا نوح على جبل الجودي ونزل منها مع من آمن معه بسلام ولما غرق ابن سيدنا نوح دعا نوح ربه وقال إنه من أهلي وإنك وعدتني أن تنجي لي أهلي فقال له ربه إنه ليس من أهلك إلا الذين آمنوا وكان الوعد بنجاتهم فسؤالك هذا عمل غير صالح وإني أنذرك أن تكون من الجاهلين فندم سيدنا نوح واستغفر ربه على سؤاله وطلب منه العفو والمغفرة وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعيضك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني يا نوح أبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم كان نبي الله أيوب عليه السلام رجلا واسع الثراء أنعم الله عليه بنعم كثيرة وكان يحسن الشكر على النعمة وتعينه على ذلك زوجته الصالحة رحمة سامر خذ مني يا بني لا داعي الكل أمامه طعام وفير بفضل الله زيادة الخير أفضل اسمع يا بني حاول أن تتأكد أن أباك ينال شيئا من الطعام تعرفينه أكثر مني يا أمي لا يأكل حتى يتأكد من إطعام الضيوف أولا تفضل السلام عليك يا بني وعليك السلام يا عماه هل من خدمة أؤديها لك؟ إنني جائع وسمعت أن بهذه المدينة نبيا يقدم الطعام لمن يطلبه هذا صحيح ولكننا للأسف فرغنا الآن من الوليمة شرفنا في الغد إن شاء الله شكرا لك على كل حال انتظر يا سيدي أرجوك إن ولدي لم يقصد أبدا اذهب يا سامر واسبح أكبر كبش لدينا وأعد الوليمة في الحال لضيفنا الكريم لا داعي للتعب يمكنني أن أنتظر حتى الغد سمعك نبي الله أيوب وبكى قائلا أأبيت شبعان وفي بيتي ضيف جائع ثم أمرني أن أستبقيك يملك المال والحقول ثم ينتشغل بغريب طاعن في السن مثلي الملك لله وحده يا سيدي ما نحن إلا عبيد وإماء تفضل معي فنبي الله أيوب يصر على أن يخدمك بنفسه لماذا لم تحضر يوم أمس وليمة نبي الله أيوب يا حالك كنت مشغولا في التجارة طوال اليوم أنصحك ألا تضيع منك وليمة اليوم فالطيبات هناك كثيرة لا أفهم لماذا ينفق أيوب كل ثروته على إطعام الناس وكسوتهم وعلاجهم إنه يتقرب إلى ربه يا رجل هل تظن ذلك يا سيدي؟ بالطبع وإلا فلماذا يضيع ماله؟ من أنت أيها السيد؟ أنا تاجر من بلاد العجم لم تقل لنا رأيك في النبي أيوب آه لا داعي أفضل أن أحتفظ به لنفسي لقد شوقتنا أكثر لمعرفة رأيك أرى أن أيوب يتظاهر بطاعة الله وليس مخلصا في عبادته هذا أغرب رأي سمعت كيف؟ اشرح لنا أكثر إن الرجل الغني لا يضيره أن ينفق ماله ليشتري به مديح الناس أه لو كان أيوب فقيرا لعرفتم معدنه الحقيقي وقضت مشيئة الله تعالى أن يمتحن نبيه أيوب امتحان الصبر وبدأ السؤال الأول في ذلك وكان الامتحان الأول امتحان الحق حقول أيوب تحترق حقول أيوب تحترق أيها الناس أيها الناس أعينونا بالماء سلم يا رب الفتاة هيا بنا نساعدهم هل نلقي بأنفسنا وسط النار؟ هممم معك حق إن أيوب نفسه ترك أرضه تحترق ولم يخرج من صلاته ليحاول أنقاذ ماله يا لها من كارثة ضاعت ثروة أيوب بأكمالها الآن نستطيع أن نحكم على حقيقة تدينه ستثبت الأيام لكم أنني على حق احذر يا سيد أن تلمسك النار لا تخف علي من النار بل أخاف على أيوب صاحب الأرض المحترقة ما كان ينبغي أن تخاطر بحياتك يا ولدي على هذا النحو إنها أرضي يا أمي بل هي أرض الله يا بني وما جرى فيها قضاء الله هل كان الأصوب أن أترك الأرض تحترق دون إنقاذها؟ بل الواجب عليك يا بني أن تحمي أرضك وتصونها وتمنع عنها الأزى والخراب وتحرص على إعمارها من جديد فقط لا تفرط في نعمة الحياة فهمتك يا أمي سأحاول أن أزيل آثار الحرق مع إخوتي ثم نبدأ في الزراعة مرة أخرى يحميك الله يا بني ويرعاك هل أبي بخير؟ الحمد لله لم تفارق ابتسامة الرضا ليتك تقتدي به وتمنع هذا العبوس عن وجهك إنني حزين يا أمي على احتراق الأرض لا يحزن المؤمن إلا إذا أزنب أو فرط في جنب الله أما الدنيا فهي زائلة يا بني يا سيد حراني أين تذهب في جوف الليل؟ ذاهب لزيارة نبي الله أيوب لأواسيه لتواسيه وما الداعي؟ لقد فقد الرجل الطيب أرضه وماله لديه من الأولاد عشرة ويستطيعون إعمار الأرض وإعادة المال أضعافا يا لها من كارثة مروعة كيف مات الأولاد العشرة في يوم واحد؟ يقولون إن ساعقة هبطت من السماء وقضت عليهم جميعا هناك من يقولون إنهم مريضوا بوباء عجيب اصمتي إن رحمة قادمة البقاء لله يا رحمة نعلم أن المصيبة كبيرة إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الله استرد الحق وديعته والحمد لله على كل حال يا له من جبل صامت عمن تتحدث يا حوران؟ عن نبي الله أيوب فقد أولاده العشرة ودفنهم بيده ثم نهض إلى صلاته وعبادته بينما كان نبي الله أيوب يصلي لربه ويسأله سلامة القلب كان الشيطان إبليس يبحث عن وسيلة جديدة يحارب بها النبي الكريم لن تذهب معي لنزور نبي الله أيوب ونحاول أن نخفف عنه ما هو فيه وماذا جرى له؟ ألا تعرف يا رجل إنه فقد ولده بعد ماله ما دمت معه صحته يستطيع تعويض المال والولد هذا صحيح الصحة أهم من المال وأهم من الولد وأيوب قوي منفور الصحة لا تشعر أبدا عندما تراه أنه في سن سبعين أهو في هذه السن حقا؟ يبدو لي أصغر بكثير صفاء القلب ينعكس على وجه صاحبه ترق لحال أيوب وهو أفضل منك حالا ليتك تملك نصف قوته وصحته رحمة؟ أصحيح ما جرى لزوجك؟ نعم أصيب بمرض شديد لا ندري له سببا أعرف أنه يقوم في جوف الليل ليصلي والجو شديد البرودة ربما تعب لهذا السبب ليس مجرد برد إنه يتألم بشدة وبدلا من الصراخ يردد لفظ الجلالة في خشوع اهدئي يا رحمة لكل داء دواء ما يخيفني أن جلده يسقط وكذلك أجزاء من لحمه إلى هذا الحد يا له من مرض شديد أهى أيكون معديا؟ لا أدري ولا يشغلني أن تصيبني العدوى أنا فداء له نصيحتي لك أن تكوني على حذر لا أريد أن أتأخر عليه ربما احتاجني في شيء أتمكثين معه طوال الوقت لخدمته؟ هذا واجبي وأقل من الواجب أرجوكم يا سادة كيف تطردون نبي الله من بيته ومن قريته؟ إنه رجل مريض ومرضه شديد الخطورة وسوف يؤذي القرية بأسرها تكلم يا سيد حوران قل شيئا ربما القوم على حق يا ابنتي فهم يمنعون الأذى عن أنفسهم وأولادهم نبي الله أيوب صار في أعينكم أذى عندما يشفى بإذن الله سيعود إلى بيته ونستقبله جميعا أهذا آخر قول لديكم؟ المصلحة تقتضي حماية المجموع حتى لا يتحول المرض إلى وباء وإلى أين نذهب؟ اذهبوا خلف تلك الجبال البعيدة إنها أرض مهجورة قد تسكنها الزئاب والحوش إذا كان زوجك نبيا بحق سيحميه ربه إنسان في هذا المكان الموحش السلام عليك يا ابنتي إنني طبيب ماهر في علاج الأمراض المستعصية كنت أجمع من هنا بعض النباتات نادرة أرجو أن لا أكون قد أزعجتك انتظر أيها الطبيب إن زوجي مريض للغاية وحاولت علاجه بكل الطرق دون فائدة ما هي أعراض المرض؟ لحمه يسقط من جسده ولم يبق منه إلا العزم والعصب هذه حالة نادرة لا يعالجها غيري أتوستل إليك أن تعالجه وسأعطيك ما بقي لدي من ذهب لا أحتاج إلى الذهب وإنما تخفيف آلام الناس هو أجري وثوابي بارك الله لك يا سيد الطبيب العلاج أن يقتل ذبابة ويطحنها ثم يركع أمام صنم لبعض الوقت زوجي نبي الله أيوب ويستحيل أن يقبل الرقوع لغير الله بل يجب أن يفعل ذلك إذا أراد الخروج من محنته الموت عنده أهون مما تقول ابتعد إنك إبليس رجيم كان نبي الله أيوب عليه السلام طوال هذه السنين يرقد من المرض ليس في بدنه عضو سليم إلا لسان يذكر الله وقلب ينبض بالصبر والإيمان يا حبيبي وزوجي وسيدي أنت نبي الله مجاب الدعوة فلماذا لا تدعو لنفسك بالشفاء؟ أجابها نبي الله أيوب إنه يستحي من طلب الشفاء خشية أن يكون اعتراضا على قضاء الله على الأنبياء أن يصبروا ويحمدوا الله على كل حال أعرف ولكنك تعاني من المرض منذ سنوات طويلة تعبنا من عدها قال نبي الله إن الله قد من علي بالصحة سبعين سنة ألا يكون من الأدب أن يصبر سبعين عاما مثلها؟ هل تنوي أن تصبر سبعين عاما كاملة؟ كلما ادخرناه نفس بأت كل حلي وملابسي الزائدة ولا أعرف ماذا أصنع في الغد صديقتنا رحمة جاءت كيف تعرفتي عليها؟ وهي بهذه الملابس القديمة الخاشنة أرى أطراف ظفائرها الذهبية نعم كانت رحمة دائما أجمل النساء وأطولهن شعرا شعرها ينساب كخيوط الذهب السلام عليكم ليس معي نقود لأشتري شيئا يا رحمة وأنا لم أتي لأبيه إنما لأطلب العمل عمل؟ أي عملين؟ أستطيع حلب الماشية أو حياكة الملابس أو إعداد الطعام عندي جارية تعمل كل هذا لي دون أجرين لا يصح أن نتحدث هكذا مع صديقتنا رحمة إذن تحدثي أنت وحدك معها آسفة يا رحمة ليس عندي عمل يناسبك إنني في أمست الحاجة إلى المال ما رأيك أن تبيع لي ظفيرتيك الذهبيتين؟ ما أخبار أيوب؟ ألا يزال على حاله؟ بكل تأكيد إنه لا يقدر حتى أن يذهب إلى الخلاء إلا وزوجته تمسك بيده يا لها من حياة صعبة في رأيي أن الموت السريع أفضل من هذا المرض لماذا لا ينعم عليه ربه بالشفاء؟ لابد أنه ارتكب ذنبا عظيما لا يغتفر ولهذا فربه يعاقبه عليه طوال حياته كلام معقول ولكن ترى ما هو الذنب الشديد؟ لقد كان أيوب دائما رجلا صالحا هذا في الظهر لنعرف ماذا يخفي علينا نعم صحيح الناس أسرار أيوب الذي ظنناه صالحا يرتكب أعظم الذنوب سمعت اليوم ما آلمني إنهم يتقورون عليك ويتهمونك في إيمانك قال لها نبي الله أيوب إنه لا ينشغل بما يقول الناس ما دام رب الناس غير غضبان عليه يعتقدون أن الله غاضب عليك ولهذا لا يمن عليك بالشفاء أثبت لهم أنهم كاذبون ادعوا ربك أن يشفيك غضب نبي الله أيوب من إلحاح زوجته وتدخلها في علاقته مع ربه لكنه لزم الصمت لماذا لا تجيبني ألا تسمعني أحس نبي الله أن زوجته قد تجاوزت ويجب تأديبها لكنه لا يقدر فقال لو شفاني الله لأجلدنك مئة جلدة أهذا جزائي يا أيوب تجلدني مئة جلدة لأنني أريد لك الراحة والشفاء سامحني يا رب باعت السيدة رحمة كلما كانت تملك من حلي ومتاع وأجرت نفسها للعمل خادمة في البيوت لتجد ما تطعم به نفسها وزوجها رحمة لماذا جئتي متأخرة؟ عفوا تعرفين أنني أنتظر زوجي لأخدمه ثم آتي على الفور هذه الظروف لم تعد تناسبني أريد خادمة مقيمة أطلبها وقت ما أريد سأحاول التبكير فيما بعد يا سيدتي قلت إني لم أعد في حاجة لخدمتك وأين أذهب الآن؟ هذا شأنك وحدك أيمكنني أن أستعير رغيفا من الخبز وأرده فيما بعد؟ تعرفين أن لكل شيء ثمنا وهل عندي ما أقدمه لك؟ شعرك هذا المنساب كخيوط الذهب ما حاجتك به؟ شعر المرأة زينة لها الزينة أهم أم الخبز؟ لماذا استدعيتنا يا صعباء؟ لا شيء أردت أن أدعوكنا لتناول الطعام معي ستأكل الخادمة معنا؟ لا إنها ستبيع لي شيئا ما بكامل إرادتها أليس كذلك؟ تفضلي خصي ضفيرة التي اتفقنا عليها هل اشتريتي منها ضفيرة من الشعري؟ نعم مقابل رغيف كامل من الخبز وهل وافقت يا رحمة؟ لا أرغمها على شيء إن لم تكن موافقة فلتعترض أو تقاوم أين الخبز؟ تفضلي بالهناء والشفاء وخذي بعضا من اللحم أيضا هل تسمح لي أن أطعمك بيدي يا سيدي وزوجي؟ سألها النبي الكريم من أين أتت بالطعام؟ أخذته من امرأة في القرية لقاء عمل أديته له عاد النبي الكريم ينظر إليها وقد شعر أنها تخفي عنه شيئا سق يا سيدي أنا لم أفعل ما يغضبك مني ولا أتساءل الطعام أبدا بل دائما أعطي أكثر مما أخذ كل وأنت مطمئن نفيز الطعام من بيتي ما رأيك في ظفيرة جديدة؟ وقد ثبتها في رأسي كنت أسأل عن الطعام يا صعباء أنت الآن تملكين ظفيرة واحدة وأنا كذلك لا أحد فينا يستفيد بالظفيرتين معا أتقصدين؟ بالضبط تبعين لي الظفيرة الثانية لقاء المزيد من الخبز واللحم إنني لا أدري ماذا أقول حسنا فكري في الأمر الطعام موجود هنا في أي وقت موافقة أخذي ما تبقى من الشعر هكذا تقتضي الحكمة الطعام أجدى وأهم إنني أفعل هذا من أجل خاطرك فقط ليرحمنا الله وعادت رحمة إلى زوجة نبي الله أيوب لتطعمه وتخدمه أرجوك يا سيدي وحبيبي أن تتناول شيئا من الطعام فالجو شديد البرودة كل لأجل خاطري عاد نبي الله يسألها من أين أتت بالطعام؟ قدمت خدمة لنفس المرأة وأعطتني طعاما بمقابلها لاحظ النبي الكريم خوف زوجته فطلب منها أن تنزع حجابها إنني إنني عاد النبي الكريم يؤكد أمره لها لقد اضطررت لذلك لم يكن أمامي خيار آخر إما صحتك واستمرارنا في الحياة وإما زينتي سألها النبي الكريم لماذا لم تخبره بالحقيقة؟ خشيت أن ترفض بيعي لشعري وما كنت أحتمل أن أراك جائعا أرجوك أن تسامحني هناك نظر أيوب إلى السماء وهو يبكي ودعا ربه قائلا رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين يا له من جو عاصف الرياح شديدة اليوم أخشى أن تفسد شعري شعرك تقصدين شعر رحمة لقد صار شعري من اليوم اشتريتي الضفيرة الثانية انظري بنفسك الضفيرتان انتظري يا فتاة لا تذهبي بعيدا أين أنت؟ أين ذهب الضفائر الجميلة؟ لن أعود إلا بها ما هذا الصوت المخيف؟ دخلت رحمة إلى خيمتها فلم تجد نبي الله أيوب كان قد تحامل على نفسه وصار وحده إلى نهر بعيد نزل في الماء وشرب واغتسل فذهبت عنه كل القروح وخرج سليما معافا عندها وجد أمامه ثوبا من الجنة أيها الرجل الطيب ألم ترى زوجي؟ ابتسم لها نبي الله أيوب دون أن يرد إنه رجل مريض فيه شوه منك ولكن عاد نبي الله أيوب بالابتسام قائلا ألم تعرفيني بعد؟ زوجي وسيدي نبي الله أيوب الحمد لله الذي شفاك وعفاك وردك إلى أفضل حال نظر نبي الله أيوب إلى السماء فوجدها تمتلئ بجراد من الذهب الخالص فأخذها يضمها إلى ثوبه ويكسر منها يا نبي الله ألا يكفيك ما أخذته من الذهب؟ قال لها نبي الله أيوب وهل يكتفي المرء من فضل الله؟ وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين لا أدري ما حاجتنا إلى القش ومعنا كل هذا الزهب ولكني لن أناقشك بعد الآن ابتسم نبي الله أيوب وهو يتناول منها أعواد القشر رفيعة يجب أن أذكرك يا سيدي بأنك قد أقسمت بتأديبي وجلدي مئة جلدة إذا ما شافاك الله قال لها النبي أيوب إن الله أرحم بنا من أنفسنا أمرني الله أن أضربك ضربة واحدة بأعواد القشر هذه فلا أوذيك وفي الوقت نفسه أكون قد أديت قسمي لم أشعر بالألم مطلقا أهكذا انتهى عقابي؟ كم أنت رحيم يا الله قال نبي الله أيوب الحمد لله الذي هدانا إلى مقام الصبر وأعاننا عليه وأرانا في دنيانا جزاء الصابرين إن أبانا أيوب ينتظرنا للصلاة حاضر يا أخي رحيم سأخبر بقية إخوتنا العشرة حتى لا نتأخر عليه أتعلم أن لنا عشرة إخوة آخرين ينتظروننا في الجنة بإذن الله؟ نعم أخبرتني أمي رحمة بذلك خير الله أبانا بين أن يعيد له أولاده العشرة أو أن ينجب غيرهم واختار أبيك عادته الاستزادة من الخير والشكر ها هي أمي تقف عند الباب أسرع يا أبناء أيوب فموعد الصلاة قد حان ولا يصح للمؤمن أن يتأخر عن ملاقات ربه واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب قبل ملايين السنين خلق الله العالم الكواكب والنجوم والسماوات وخلق الله الملائكة من نور وخلق الجن من نار وخلق الله الأرض لم تكن الأرض مثل ما هي عليه اليوم كانت البحار تغمرها والنيازك تضرب الأرض والبراكين تبرز من الجبال مشتعلة ترمي بحممها إلى أن هدأت الأرض واستقرت وبدأت مظاهر الحياة فيها من حيوانات ونباتات تهيأت الأرض لاستقبال أول إنسان أخبر الله الملائكة بأنه سيجعل في الأرض خليفة فقالوا سبحانك ربنا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك فقال عز وجل إني أعلم ما لا تعلمون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون بعث الله الملك جبريل ليأتيه بتراب من أديم الأرض من المرتفعات والسهول ومن الأرض السفخة المالحة ومن الأرض الخصبة العذبة ومزه التربة بالماء وأصبح الطين المتماسكة فشكل منه ما يشبه هيئة الإنسان فتبخر الماء وأصبح الطين حجرا صلبا يابسا ثم نفخ الله من روحه في هذا الصلصال فدبت فيه الروح وأصبح بشرا سويا يتنفس ويدير نظره يمنة ويسرة أخذ يتأمل حاله وجاءت اللحظة الفارقة بين الحق والباطل إنها لحظة الاختبار الكبرى الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون أمر الله أن تسجد الملائكة لآدم أن تسجد لما خلق الله بيده ونفخ فيه من روحه سجدت الملائكة جميعا فالملائكة لا تعرف شيئا سوى طاعة الله ولكن كان هناك مخلوق آخر لم يسجد كان إبليس وهو من الجن في عداد الملائكة حينما أمرهم الله بالسجود إكراما لآدم عليه السلام وكان إبليس مخلوقا من النار شديد الطاعة لربه كثير العبادة له حتى استحق من الله أن يقربه إليه ويضعه في صف الملائكة ولكن إبليس عصى هذه المرة الأمر الإلهي بالسجود لآدم وشمخ بأنفه وتعزز بأصله قال الله سبحانه ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك أنا خير منه لقد خلقتني من النار أما آدم فمخلوق من الطين النار أفضل من الطين أسجد لمن خلقت طين قال تعالى فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين ربي ربي إني لم أقصر في طاعتك وعبادتك أمهلني أمهلني يا رب أمهلني إلى يوم الدين أنظرني إلى يوم يبعثون قال الله عز وجل فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولا أغوينهم أجمعين أعطى الله سبحانه وتعالى إبليس اللعين ما طلبه من نعيم الدنيا والسلطة على بني آدم الذين يطيعونه وجعل مجراه في دمائهم ومقره في صدورهم إلا الصالحين منهم فلم يجعل له عليهم سلطان عصى إبليس الأمر الإلهي بالسجود لآدم وظل يلتمس الأعذار إلى الله سبحانه وتعالى حتى يعفيه من السجود لآدم وما فتأ يتدرع بطاعته وعبادته لله تلك العبادة التي لم يعبد الله بمثلها ملك مقرب طرد الله إبليس المتكبر من حضرته طرده من رحمته فحقد إبليس على آدم حسده أولا ثم حقد عليه وأصبح شغله الشاغل كيف يقضي على آدم وكيف يضله فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبا أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين أراد الله تعالى أن يعلم الملائكة حكمة خلق آدم عليه السلام فسألهم عن أسماء بعض الأشياء فردت الملائكة بتنزيه الله وأنها لا تعلم شيئا وكان الله قد علم آدم الأسماء كلها فقال الله لآدم أنبئهم بأسمائهم فأنبأهم آدم فأدركوا حكمة الله سبحانه وأن هذا المخلوق الترابي قد استحق التكريم منهم بالسجود له وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون خلق الله آدم وحيدا لا يجد من يألفه ويشاركه أفراحه وأحزانه ولما نام آدم واستيقظ ونظر إلى جانبه فقال آدم من أنت لم تكون هنا قبل أن أنام فقالت حواء نعم فسأل آدم هل جئت خلال نومي فأجابته حواء نعم فقال آدم من أين جئتي قالت حواء جئت من نفسك وأنت نائم خلقني الله من ضلعك فسألها آدم ولماذا فعل ذلك فأجابت حواء لتسكن إلي فقال آدم الحمد لله كنت أشعر بالوحدة فقالت حواء سألتني الملائكة عن اسمي قبل أن أنام ولكن ما أدري ما أجيب فقال آدم سأسميك حواء لأنك خلقت مني وأنا إنسان حي ثم قال الله له أسكن أنت وزوجك الجنة ولكن الله حذره أن يقرم من هذه الشجرة أو أن يسمع كلام إبليس فيخدعه لأن إبليس يحسده وهو عدو له ولزوجه توعد إبليس لآدم أنه سينتقم منه هو وذريته بل إنه جاهر أمام رب العزة بهذا الوعيد وقال لأقعدن لهم صراطك المستقيم وسلاح إبليس هو الغواية والإغراء والوسوسة ووصف الحق تعالى كيد الشيطان بأنه ضعيف وقال لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا امرح يا آدم امرح وتمتع أنت وزوجك تمتع قبل أن تحرم منها إلى الأبد سأدعوهما ليأكل من تلك الشجرة وعندها وعندها ستشقى يا آدم ستشقى وسوف تطرد من الجنة أنت وزوجك هل لا هل لا رأيتما أشجار الجنة كلها؟ يقول آدم نعم رأيناها جميعا وأكلنا من ثمارها أكلتم من ثمارها ما فائدة ذلك ما فائدة هو أنتما لم تأكل من شجرة الخلد إنها شجرة الملك الملك الدائم والحياة الأبدية وعندما تأكلان من ثمارها تصبحان ملكين في الجنة يقول آدم لقد نهانا ربنا عن الاقتراب منها لو لم تكن شجرة الخلود لما نهاكم عنها إنني أنصحكما أن تأكل منها عندها عندها سوف تصيران ملكين لن تموتا أبدا ستصبحان خالدين تنعمان في الجنة إلى الأبد قال آدم كيف أعصي ربي لا لن أفعل فانصرف إبليس عنهما غير يائس فقد عزم على أمر ولا بد من إبرامه عزم على الانتقام من آدم ولكنه وجده لم ينسى بعد ميثاق ربه ولكي يحقق اللعين هدفه في إضلال بني البشر كان لابد أن يبدأ بأب البشر فيخرجه وزوجه من نعيم الجنة إلى شقاء الأرض ومكابدة الحياة فيها وجاءهما الشيطان للمرة الثانية بالمكر والخديعة والله إني لحزين ومهموم لأجلك يا آدم فإنك إذا ضللت على هذا الحال فستخرج مما أنت فيه إلى ما أكرهه لك نسي آدم تحذير الله عز وجل له من إبليس وعدوته وغره وتظاهر إبليس بالعطف عليه والحزن لأجله كما زعم فقال لإبليس وما الحيلة حتى لا أخرج مما أنا فيه من النعيم الحيلة الحيلة معك أفلا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى أشر إبليس إلى الشجرة التي نهى الله آدم وحواء عن الأكل منها وتابع قائلا ما نهاكم ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين واطمأن آدم إلى إبليس اللعين مع أنه عدوه المبين ثم تذكر وقال أحقا ما تقول أقسم بالله إني لك يا آدم لمن الناصحين تأكل من الشجرة أنت وزوجك فتصير معا في الجنة إلى الأبد لم يظن آدم أن مخلوقا لله تعالى يحلف بالله كذبا ولذلك صدق إبليس وفي تلك اللحظة الرهيبة نسي آدم الميثاق الذي أخذه الله عليه فكر في نفسه أنه يستطيع أن يبقى ذاكرا لله وفي نفس الوقت يعيش حياة الخلود في تلك اللحظات المثيرة مد آدم وحواء يديهما واقتطف من ثمار الشجرة وأكلا منها لقد فعلتها فعلتها خدعك إبليس يا آدم أيها المخلوق الترابي الضعيف أصبحنا جميعا عصاع خدعتك ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما أوري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين نسي آدم ميثاق ربه ولم ينجح في أول اختبار له فكان ضحية لخداع إبليس أكل آدم من الشجرة المحرمة وكذلك فعلت حواء في تلك اللحظة حدث شيء عجيب تساقطت عنهما ثياب الجنة أصبح عريانين وبدت لهما سوآتهما وكانا يشعران بالخجل من نفسيهما فذهبا يصنعان ثوبا من أوراق شجر الجنة يستر ما بدى من سوآتهما شعرى بالندم والخوف والخجل لقد ارتكب المعصية ولم يسمع كلام الله وسمع كلام الشيطان الذي فر بعيدا وتركهما وحدهما بكى آدم بسبب خطيئته وبكت حواء ليتهما لم يسمع كلام الشيطان ثم قال وهما يركعان لله ندم نتوب إليك يا ربنا فاقبل توبتنا وتجاوز عن خطيئتنا وقد ورد في الحديث أنه لما ذاق آدم من الشجرة فر هاربا فتعلقت شجرة بشعره فنودي يا آدم أفرارا مني قال بل حياء منك يا رب قال يا آدم خرج من جواري فبعزة لا يساكنني فيها من عصاني وبكى آدم لما سمع الأمر الإلهي بالخروج من الجنة وبكت الملائكة على هذا المخلوق التي سجدت له تكريما كان آدم قد تعلم من قبل أن المغفرة والتوبة والندم تغسل الخطايا لهذا تاب وأناب إلى الله قال الله تعالى قال اهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدا فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى والمراد أي اهبطوا إلى الأرض اهبط أنتما وإبليس إلى الأرض ستستمر العداوة بينكما وبينه سوف يستمر في خداعه لكما ولكن من يتبع أمري ومن يتبع كلماتي فسأدخله جنة الخلد أما من يكذب ويكفر فسيكون مصيره مصير الشيطان فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون هبط آدم إلى الأرض غريبا مستوحشا المكان لا أحد على هذه الأرض غيره يسير على غير هدى هو وزوجه وهنا عرف آدم أن استمرار الحياة على الأرض لا بد له من وجود تناسل وخلق أنفس من أنفس أصبح آدم جاهزا لأن يكون خليفة في الأرض يعمرها ويسكنها ولا يفسد فيها لهذا سجدت له الملائكة تصورت الملائكة في بداية الأمر أن آدم سوف يفسد بالأرض ويسفك الدماء لكن آدم يعرف أشياء لا تعرفها الملائكة ولا تعرف أن المخطئ يستطيع أن يصحح خطأه ويتوب من أجل هذا خلق الله آدم ليكون خليفة في الأرض الأرض امتحان للإنسان هل يعبد الله كما أمره؟ أم يتبع خطوات الشيطان؟ كان آدم يعمل ويشقى ومعه زوجته حتى لا يموت جوعا وهكذا مضت حياتهما بين العمل والعبادة أصبحت الأرض سكنا لآدم وبنيه من بعده إلى يوم الوقت المعلوم وتمضي الأيام تل والأيام كانت حواء ترد في البطن الواحد توأمين ولدا وبنتا وفي البطن الثاني توأمين كذلك ابنا وبنتا فيحل زواج ابن البطن الأولى من ابن البطن الثانية ولكن كان هناك من لم يقبل بتلك القسمة أمسكت بك يا إقليمة أفلدت منك ثانية لن تلحق بيها هابيل ماذا تفعلان يونة؟ ألا تخافان خطر الضار والسباع؟ أخي قابيل مرحبا هيا لتشاركنا اللعب هابيل أين أنت؟ أبي يسأل عنك فلننصرف من هنا قبل أن يحل الظلام هيا سألحق بكما مع إقليمة بل ستذهب الآن معي ولا الشأن لك بإقليمة قلت هيا اهدأ يا قابيل ولا داعي لهذه الحدة فلنهدأ جميعا يا إخوة ولننصرف من هنا جميعا هيا وكان قابيل يؤذي أخاه دائما ويستغله فيجعله يحرث له الأرض إضافة إلى عمله في رعي الماشية فكان قابيل يقوم بالحرث والزراعة وهابيل يقوم بالرعي وكان آدم يتألم من ذلك ونصح ابنه قابيل فقال له كن طيبا يا قابيل مثل أخيك لا تكن شريرا إن الله لا يحب الأشرار ولكنه كان عنيدا ولا يستمع لنصائح أبيه وأصبح قابيل صيدا سهلا لحبائد الشيطان ووسوسته فأمثال قابيل هم من يبحث عنهم إبليس وأعوانه ليضلوهم عن الصراط المستقيم ألن تأتي لمساعدتي يا قابيل؟ لقد تعبت إني أقوم بالعمل وحدي ابقى مكانك لا تأخذك به شفقة إني أخذ قيلولتي تحت ظلي هذه الشجرة ولا أشعر بالرغبة في العمل هيا واصل عملك ولا تتكاسل ولكنها أرضك أنت وأنا أريد أن أرعى غنمي وأخشى عليها من الذئاب والسباع ما هذا؟ ما هذا؟ كيف تجرأ عليك هذا الهر يا قابيل؟ كيف؟ لا لا إنه لا يكن لك أي احترام ولا يهابك كن حازما معه كف عن الشكوى يا هابيل وافعل ما أمرك به لو كنت تحسن معاملتي لأديت هذا العمل عن طيب خاطر هداك الله يا أخي هداك الله هل سمعت ما قاله؟ هل سمعت؟ قابيل إنه يسبك لا 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 لقد تجاوز حدوده معك ولا بد من تأديبه هيا هيا انهض ولا تأخذك به رحمة هيا بماذا كنت ترخي وتثبت ويهلعين؟ أسمعني صوتك هيا انهض نعم نعم هكذا يا عزيزي كي يعلم أنك الأقوى والأفضل نعم حتى يخشاك ولا يعصي لك أمرا كنت أدعو الله أن يهديك يا أخي وأن ينجيك من الشيطان إنها المعركة بين الشيطان وأبناء آدم يخوضونها على علم والعاقبة مكشوفة لهم في وعد الله الصادق الواضح المبين وعليهم تبعت ما يختارون لأنفسهم وقد شاءت رحمة الله أن لا يدعهم جاهلين ولا غافلين فأرسل إليهم الرسل والأنبياء مبشرين ومنذرين قابيل يكره أن يراني مع أخي هابيل ويتعمد إهانته أمامي لا أظن أن الأمر يتعلق بك يا أختا كل ما في الأمر أن قابيل يشعر أن أخاه هو المقرب لأبينا وهذا ما يضايقه أتمنى أن لا يتعبى الأمر ما تقولين ولكن القلق ينتابني خوفا من حدوث شيء بينهما اترد هذه الأفكار السيئة يا حبيبتي واهدئي هيا هيا بنا دعني واهدي الآن يا ليبود وسألحق بك بعد قليل قل قل واشرب وتمتع يا آدم لا أحتنكا ذريتك سأقعد لهم بالمرصاد ستكون لي أنا أيضا ذريا تملأ الأرض هو أتباع يتبعون أمري ويفسد عليكم حياتكم ولما كبر أبناء آدم قرر أن يزوجهم لكي يستمر نسل البشر على الأرض وكانت حكمة الله أن يزوج كل واحد من أخت التوأم الآخر فكان على قابيل أن يتزوج من ليبودا وهبيل يتزوج من إقليمه وهذا ما جعل الحقد والغيرة تشتعل في قلب قابيل أرد إبليس أن يدفع جميع البشر من آدم وذريته إلى المعصية وأن يشعل بينهم العداوة والبغضاء فراح يوسوس لأبناء آدم حتى استطاع أن يوقع الفتنة بينهم ويشعل نار العداوة والشقاق بين الإخوة جميعا أكاد أشم رائحة الدم وقد غطت كل مكان في الأرض يا زيتون ماذا تقصدين يا ياقوت إنه سلسال الدم بين ذرية آدم سلسال لن ينتهي حتى قيام الساعة لقد صدق ظن إبليس فيهم وستكون الخطيئة الأولى التي لن يغفرها الله إنه الصراع الأزالي بين الخير والشر طالما وجد إبليس على هذه الأرض إلى متى هذا التخاصم بينكما يا إخوة؟ أما أنا الأوان لتصفى قلوبكما؟ أنا لا أحمل أي ضغينة انتجاه أخي قابيل بالعكس أنا أحمل له كل الحب والود لن تصفى القلوب حتى يعود الحق لأصحابه أي حق يا قابيل؟ إقليمة توأمي وأنا أحق بها آه، لئتني اختفيت من على وجه الأرض ولا أرى ما يحدث بينكما أنت تريد أن تأخذ ما ليس لك؟ هل أحدثك مرة أخرى عن ما سنه أبونا وأصبح عرفا؟ وأنا لا أعترف بهذا العرف يا هبيل، إن قابيل يعلم جيدا أنك الأحق بتوأمه فلهذا يكرهك ويحقد عليك ابتعدي أيتها الأفكار والهواجس الخبيثة وإما ينزغنك من الشيطان نزغا فاستعذ بالله إنه سميع عليم يا قابيل، لابد أن تحسم هذا الموقف لصالحك مهما كلفك الأمر لا تكن طيبا هكذا يا هبيل فأنت الأحق بإقليمة جميلة دافعا حقك وإقليمة من حقك أنت أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم أراد قابيل أن يستأثر بأخته وتوأمه ورفض زواجها من هبيل فكان القربان هو الحل فأيهما قبل الله قربانه فهو الأحق بها أبي، أنا لا أريد أن أعصي لك أمرا ولكني لا أوافق على فكرة القربان أخي، من سيتقبل قربانه؟ ستكون إقليمة زوجته لا، لن أسلم لن أسلم قابيل قابيل إلى أين أنت ذاهب؟ قابيل قابيل أبي، جئت إليك أطلب الصفح عن ما بدر مني في ساعة الغضب يمسح آدم على رأس ابنه ناصحا إياه بالابتعاد عن طريق الشيطان إن الشيطان نزغ بيني وبين أخي هابيل فيروي له آدم كيف أن الشيطان يترصد من يتمكن الحسد والطمع من قلبه وحذر آدم عليه السلام ابنه قابيل من هاتين الخصلتين أبي، لن يتمكن الشيطان مني لقد قبلت بحكمك قبلت بالقربان فادعوا الله لي يا أبي امتثل الأخوان قابيل وهابيل لما حكم به آدم عليه السلام بأن يقدم كل منهما قربانا بعد أن أوحى له الله بذلك حتى ينتهي الخلاف بين الأخوين وها هو هابيل يتخير من أغنامه أثمنها وأملحها ليقدمها إلى الله قربانا ترى ماذا ينوين؟ إنه ينتقي أعواد القمح ليقدمها قربانا قابيل أيضا أعد قربانا؟ ماذا أعد؟ أعوادا من القمح فلنترقب من ستقبل السماء أو قربانا؟ لا شيء لدي سوى أعواد القمح أقدمها قربانا ماذا تفعل يا قابيل؟ كما ترين أعد قرباني لقد أحسن هابيل اختيار قربانه قابيل أيها الأحمق ما هذا الذي تحمله؟ إنها أعواد قمح يابسة إبليس وجنوده يشعلون نار الكراهية والضغين بين الأخوين ها هم يترقبون ما سيحدث لقد نجح إبليس في إغواء قابيل وإضلاله ومضى الاثنان إلى التلال وراح هابيل يسوق كبشه وتركه فوق التل وراح هابيل يسجد متضرعا لله أن يقبل قربانه وصعد قابيل التل وألقى بكوم القمح بالقرب من كبش هابيل وقد بدى عصبيا لا يدري ماذا يفعل ولم يتقبل قابيل رفض الله قربانه برضا وخضوع بل واجهه بتمرد واحتجاج واتجه إلى البغي والعدوان فبدأ بالتهديد والوعيد لأخيه المؤمن قائلا لا أقتلنك في لهجة تنضح بالحقد والحسد الطاغي الذي ينفجر في صدره كالحمم ناسيا أنه حكم الله وقضاؤه ولكنه الحسد ذلك الحسد الذي يواجه فيه الحاسد المحسود من غير ذنب جناه إلا أن الله أنعم عليه ولم ينعم على الحاسد هابيل أين قابيل؟ لا أدري إلى أين ذهب لم يرضى بحكم القربان وتوعدني بالقتل ما ستقول؟ ما سمعته يا إقليمة قالها في لحظة غضب مؤكد أنه لا يعني ذلك لا مددت إليه يدي فأبى ووعدني بالقتل نظرة عينيه أخافتني أدعو الله أن يعود إلى رشده دعا آدم لهابيل أن يتقبل الله قربانا ولم يدعو لك لقد خدعوك كلهم تآمر عليك أيها المسكين وماذا عسايا أفعل الآن؟ خذ حقك بيدك ولا تستسلم لقد هجرتهم هجرت الجميع ولن أعود إليهم لا 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 يا قبيل يجب أن تعود ولكن لا بأس أن تختلي بنفسك بعض الوقت لتعيد ترتيب أفكارك ثم بعدها ماذا بعدها؟ بعدها تعود لتأخذ حقك حقك الذي سلبوه منك إقليمة إقليمة لم تعود لي ولكن لا ستكون لي نعم إقليمة لي وحدي وحدي أنا لا أعرف سوى كلمة واحدة سأقتلك يا هابيل قلت هذا كثيرا أنت أجبن من أن تقتل ركت تظاهر بالشجاعة اعلم أنني لا أخافك حقدك وحسدك جعل منك شيئا حقيرا تافه النفس لا تنصت إلي ونفذ ما عزمت علي اقتله يا قبيل اقتله كي تفوز بحبيبتك إقليمة ألقي بهذا الحجر الذي بيدك إنني أعيذك أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من الظالمين اقتله الآن اقتله لقد أخذ منك إقليمة هل نسيت؟ سأقتلك يا هابيل مرة أخرى أقولها لك لئن بصدت يدك إلي لتقتلني ما أنا بباصط يدي إليك لأقتلك ولكن هذه الكلمات الرقيقة المفعمة بالإيمان لم تنفذ إلى قلب قبيل القاسي الذي أوصد أذنيه أمام توسلات أخيه وجمد قلبه من كل مشاعر الحب والرحمة يا أخي لقد ظلمت نفسك يا أخي هابيل أخي أخي أفق أفق يا هابيل 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 هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاها أقدم ليتقطع قلبك حسرات على بنيك أقدم يا آدم تبدل حال قابيل فزال عنه الغضب وركبه الخوف ترقب بلهفة أن ينهض أخوه أو يتحرك إنحنى فوقه وأخذ يهزه برفق ولكن لم يستجب ناداه برجاء فلم يستجب تطلع حوله خائفا ولكن لم يكن هناك من حي إلا الأغنام التي تبعثرت في الوادي بعد أن غاب رعيها شعر آدم بالحزن والقلق وأدرك أن شيئا ما قد حدث حين رأى أغنام هابيل مبعثرة في الوادي دون راع وأخذ ينادي على ابنه هابيل لكن أحدا لم يجب أدرك آدم ساعتها كل شيء وعرف أن قابيل قتل أخاه إنها البداية فقط يا آدم فلينفط قلبك على ولدك هابيل حقق إبليس وعده أظلمت الدنيا في وجه قابيل وسؤال واحد كان يدور في ذهنه ويرح عليه بشدة ولا يجد إجابة عليه كيف يخفي جثة أخيه وبينما هو غارق في مخاوفه وأفكاره رأى أمامه شيئا عجيبا ما أحزنه من مشهد قابيل لا يعرف كيف يواري سوءة أخيه ما كان أغناه أن يعيش هذه اللحظة البائسة فلتعض أصابع الندم أيها البن العاق على ما أجرمته في حق أخيك خدعه إبليس وأضله ثم تخلى عنه ما أشد لوعة قلب آدم وحواء على مهبيل دعينا نشاهد ماذا سيفعل هذا الشقي يا ويلتي يا ويلتي أحجست أن أكون مثل هذا القراب فأواري سوءة أخي إنه الخسران المبين يا قابيل الخسران المبين واتن عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك إن ما يتقبل الله من المتقين لإن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين بكى قابيل كثيرا لأنه قتل أخاه وبكى لأنه كان عاجزا قليل الحيلة وهو يحمل أخاه ولا يدري ماذا يفعل به فأرسل الله إليه الغراب ليعلمه كيف يواري سوءة أخيه هنا أدرك قابيل كم هو جاهل لا يعرف شيئا وأن الله أرسل إليه ذلك الغراب ليتعلم منه كيف يواري سوءة أخيه اندلع حزن قابيل على أخيه هابيل كالنار فأحرقه الندم واكتشف أنه الأسوأ والأضعف وأنه قتل الأفضل والأقوى هنا حزن آدم حزنا شديدا على خسارته في ولديه مات أحدهما وكسب الشيطان الآخر وهكذا نأتي إلى نهاية قصة آدم عليه السلام في صراعه هو وأبنائه مع إبليس العين وقصة هابيل وقابيل التي تلخص لنا قصة البشرية منذ فجر الإنسانية ترجمة نانسي قنقر